بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلا زال الحديث عن قضية ضرب المرأة في الإسلام أو قل أكذوبة ضرب المرأة في الإسلام لا زال الحديث فيها يحتاج إلى مزيد بيان ومجمل ما دارت عليه الحلقة الماضية أن ما جاء في آية سورة النساء من قوله تعالى واضربهن لا يمكن حمله على أنه أمر مطلق بالضرب لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الإباحة وإنما هو أمر مختص بحالة معينة محاطة بقيود تجعل منها رخصة من الرخص الشرعية لا إلزام فيها ولا إجبار وإنما يستوي فيها الفعل والترك استواء تاما وسؤال اليوم إذا تبين لنا نفور الشرع من الإساءة للنساء عامة وللزوجة خاصة ومن خلال آيات واضحات سردنا بعضا منها آنفا ومن خلال أحاديث صحيحة ثابتة تأمر بالرفق إذا كان الأمر كذلك فكيف ورد الأمر بالضرب في آية النساء في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أضعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وجواب ذلك أن الآية التي ورد فيها هذا الأمر بدأت أولا ببيان القوامة التي تحدثنا عنها من قبل ثم ثنت بتفصيل أحوال الزوجات وموقفهن من قوامة الأزواج وأن منهن صالحات قانتات راضيات بقوامة الزوج حافظات لأنفسهن ولغيبة أزواجهن ومنهن صنف آخر ناشز مستعل على هذه القوامة متمرد عليها ساخط منها وممن في يده هذه القوامة وأن هذا الصنف لا مفر له من علاج يرده عن علوه واستكباره إذا ما أريد للأسرة أن تواصل مسيرتها في الحياة وأن هذا العلاج يرتبه القرآن الكريم على ثلاث مراحل مرحلة النصيحة بالكلام فإذا لم تجد النصيحة فمرحلة الهجر في المضجع فإن لم يجدي هذا أو ذاك فمرحلة يباح فيها شيء من المعبر عنه بالضرب وأول ما يستنبط من الآية الكريمة أن الزوجة التي لا ينطبق عليها وصف النشوز يحرم التعامل معها بأسلوب الهجر أو الضرب أو الإذاء إذ هذا العلاج مختص بالزوجة في حال نشوزها فقط وقاصر على هذه الحالة بعينها لا يعدوها إلى غيرها من سائر حالات الخلاف التي لا يخلو منها بيت من البيوت فإذا عادت الزوجة إلى حالتها العادية فعل الزوج أن يتوقف وأن يعود من فوره إلى ما أمره الله به من عشرة زوجته بالمعروف ولكن ما هو النشوز الذي يستوجب علاجا استثنائيا من الوعظ والهجر والضرب وهل النشوز هو مجرد مخالفة المرأة زوجها في رأيه أو هو المصارحة في التعبير عن رأيها أو هو مراجعة زوجها لتحمله على تغيير رأيه أو صوتها المرتفع أحيانا أو إظهار التبرم من شيء فعله الزوج أو قصر في أدائه أو غير ذلك من المشاحنات التي لا تخلو منها أسرة ولا بيت بالغة ما بلغته هذه الأسرة من الحرص على التجمل والتقيد بآداب التربية الراقية والسلوك المتحضر والجواب أن شيئا مما ذكر لا ينطبق عليه وصف النشوز ولا يجوز شرعا أن يقابله الزوج بهجر زوجته أو بضربها كما هو الحال في تصرفات الزوج التي حددها القرآن الكريم في معاملة الناشس وإذا كانت المشاحنات أو التوترات أو النزاعات أو الضيق أو التورم أو التأفف إذا كان شيء من ذلك لا ينطبق عليه وصف النشوز فما هو النشوز إذن؟ ومن هي المرأة الناشز؟ وهل تحديد معنى النشوز أمر متروك تقديره للأزواج؟ أو هو مصطلح شرعي محدد اللفظ والمعنى؟ والإجابة المباشرة على هذا السؤال هو أن كلمة النشوز مأخوذة لغة من كلمة نشز والتي تعني المكان المرتفع من الأرض فكل أرض تخرج على طبيعتها في الاستواء وتتميز بالارتفاع والعلو عن الوادي من حولها تسمى نشزا أو نشازا ومنه نشز الرجل في مكان إذا ارتفع مجلسه قليلا عن مجالس من حوله وفي الحديث الشريف أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوفى على نشز كبر أي إذا ارتفع على رابية في سفره كبر ثم أعير هذا المعنى على سبيل المجاز إلى الزوجة التي تنشز على زوجها وتسمى ناشزا وذلك حين تستعلي وتستعصي على زوجها وتمتنع عليه وتبغضه وتخرج عن ضاعته وتكرهه وقد تكرر ذكر النشوز هذا في القرآن الكريم والأحاديث النبوية واستخدم فيما يكون بين الزوجين من كراهة كل واحد منهما صاحبة وسوء عشرته له والنشوز كما يطلق على الزوجة وتوصف به يطلق أيضا إطلاقا متساويا على الزوج ويوصف به كما توصف هي به ومعناه حينئذ إضرار الزوج بزوجته وجفاؤها وضربها وهذا ما نص عليه القرآن الكريم في قوله تعالى وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتْ الْأَنْفُسُ الشُحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ومن مظاهر نشوز الزوج إغضاب زوجته لأتفه الأسباب والتحامل عليها والتعدي عليها بلعنها ولعن أهلها وترك المنزل طوال اليوم والعودة للمبيت فقط وتهديدها بالطلاق أو بالتزوج بأخرى والسخرية منها ومن زينتها ومظهرها وطعامها ومستواها الاجتماعي والثقافي وغير ذلك مما تمتلئ به البيوت من هذه المكروهات شرعا وعرفا وإنسانية ونعود إلى نشوز الزوجة في قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن وتعبير القرآن الكريم هنا بالخوف من النشوز ليتبين لنا أن النشوز بمعنى التمرد والاستعلاء ليس خلقا ثابتا في طبيعة المرأة بحيث يتوقعه كل زوج من زوجته بل الأمر على عكس ذلك إذ الأصل في الحكمة من الزواج وفيما يبينه القرآن الكريم ليس النشوز بل هو الجمع بين الزوجين بالمودة والرحمة والعشرة بالمعروف والإمساك بإحسان والسكن المتبادل بينهما وأن النشوز أمر في هذا الجو الأسري إذا حدث فهو أمر ضارئ ومرض عارض كسائر الأمراض التي لا تذهب إلا بعلاج حاسم ينقذ بنيان الأسرة من التصدع والسقوط ونقول هو علاج للزوجة الناشز وليس عقوبة لها إذ العقوبة مستحقة على ذنب لا يبقى أثره بعد استفاء العقوبة ويصبح المذنب بعدها حرا طليقا ولا كذلك أمر الزوجة الناشز فهي أشبه بحالة مريض يطلب علاجا يزول به هذا المرض والعقوبة مطلوبة مع انتهاء الذنب وزواله والعلاج مطلوب ما بقي المرض فإذا ذهب المرض فلا حاجة إلى العلاج وإذن فضرب الزوجة الناشز أو الزوج الناشز هو من باب العلاج وليس من باب العقوبات وهذا ملمح يخفى على كثيرين أما أول مرحلة من مراحل هذا العلاج الإلهي فهو ما عبر عنه القرآن الكريم بالوعظ في قوله تعالى فعظوهن وليس المراد بالوعظ في الآية الكريمة ما يتبادر من إطلاق هذا اللفظ في مخاطباتنا الدارجة من الإتيان بواعظ يعظها بقدر ما هو تذكير لها من زوجها بما يتمتعان به من نعمة وستر وعافية يغبطهما عليها كثيرون من الناس وأنها إن لم تراجع نفسها وتتدارك أمرها فإن نشوزها سينتهي بهما معا إلى الضلاق وأن يبين لها أن الضلاق ليس نزهة ولا خلاصا من هم وتعب وإنما هو طريق مملوء بالأشواك والعقبات ويضرب لها مثلا بأزواج كثيرين ندموا بعدما أفاقوا من سكرة الطلاق وتأكد لكل من الزوج والزوجة أن ما كان يظنانه هما وتعبا في حياتهما هو جنة بالقياس إلى الجحيم الذي سقط فيه وأن البحث عن رحلة العودة هم ثالث وقد تتم وقد لا تتم وإذن فالعلاج الأول هو الوعظ والتذكير بالخوف من الله تعالى والتحذير من عواقب الطلاق وأمر هذه العواقب على النفس شماتة الأعداء وافتقاد بيت الزوجية وما كان بين جنباته من مودة ورحمة وألفة وبهجة وزوج وأولاد شكرا لحسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته